تستمر فعاليات التمرين البحري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي اتحاد ثمانية عشر الذي انطلقت فعالياته بمشاركة سلاح البحرية الملكي البحريني والقوات البحرية لدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية بمملكة البحرين وقد بدأت القوات المشاركة في التمرين التدريبات والتطبيقات العسكرية لرفع وطيرة التجهيز استعدادا لمراحل التمرين المختلفة ويعد هذا التمرين من أقوى التمرين البحرية سواء من حيث المستوى وحجم القوات المشاركة وتقنية معدات القتال فضلا عن درجة الاحتراف القائمة بالتمرين وهو في حد ذاته تجسيد عملي حقيقي للتلاحم والتعاون والتنسيق العسكري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفيها ما هو رفع الكفاءة ورفع المستوى التدريب وتأصيل سبل التعاون ولا شك الجانب العسكري يعتبر من آصل الجوانب التعاونية بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي تسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيقه كما أن نفتخر الآن أن التمرين الذي نشارك فيها في الوقت الحالي هو التمرين للتحاد دول مجلس التعاون الخليجي رقم 18 طبعا الهوية المشتركة لجميع دول مجلس التعاون تتمثل في قوتها في جمعها في جمع جميع هؤلاء الضباط والإمكانيات المتوفرة والسفن الحربية في مكان واحد ما يعطي انطباع لجميع دول المجلس وهذا هو الواقع فعلا بأن هذه القوات البحرية تدافع عن أي بلد خليجي مجتمعة في مكان واحد في أي وقت أهمية التمرين لها أهمية كبيرة في تبادل الخبرات كذلك تدريب على العمل في مجاميع متجانسة وكيفية استخدام هذه المجاميع وتوظيفها بمختلف أحجامها وسنوفها لإنجاح خطة قائد التمرين أهمية هذه التمرين في توحيد المفاهيم والعقائد القتالية التي تخلق في النهاية قوة بحرية خليجية قوية لديها القدرة لصد أي تهديد وأيضا تكمن أهمية هذا التمرين للتأكيد على مبدأ الاتحاد بين الأشقاء والأخوان من دول المجلس وخلق روح التعاون للفريق الواحد موسيقى